السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هنتكلم النهاردة على خلل الصفائح الدموية واللي طبعا بيسبب مشاكل ونزيف وجلطات وازاي الفترة دي الجلطات بتزيد وايه سببها فده كله بيرجع للصفائح الدموية الصفائح الدموية هي نوع من انواع خلايا دم ليها دور مهم في التهقام الجروح وعند حدوث خلل بيزداد فرص الاصابة بجلطات الدم وليها اضرار عديدة في حال التعرض لاتراب بها وطبعا انا بتكلم تبعا لتقرير منشور على موقع اوضح التقرير ده ان بيحدث ضعف او اتراب في الصفائح الدموية بسبب ثلاث عوامل هي الادوية والاصابة بامراض ونوعية الغزاء فيمكن ان تؤثر المكملات والمنشطات على الصفائح الدموية نتيجة لحدوث خلل في وظيفتها وبيتأثر الجسم وبيقوم بارسال اشارات للمخ لمعرفة حقيقة هذا الخلل في محاولة لحلها وفي ادوية بتسبب حدوث اضطراب في الصفائح الدموية منها ادوية الرب مضادات الحيوية مضادات الاكتئاب ادوية العلاج الكيميائي طيب ازاي اعالج الاضطراب في وظيفة الصفائح الدموية في عند حدوث اضطراب في الصفائح الدموية بيزداد فرص الاصابة بالنزيف علشان كده بيجب السيطرة عليه عن طريق اخد ادوية توقف النزيف والخضوع لعلاج لضبط دور الصفائح الدموية في الجسم والامر ده طبعا بيتم عن طريق الذهاب للطبيب وعمل التحليلات اللازمة واخد العلاج بالجرعة المناسبة شكرا وادمتم بصحة وعافية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر